السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا وسهلا بكم اخواني اخواتي في الله كنتمنى تكونوا كاملين بخير والاخير في احسن الاحوال مرحبا بكم من جديد في هات الفيديو اللي كنتمنى يلقاكم بصحة وعافية واحوال تامة وبطبعة الحال مع اخر الاخبار واخر المستجدات ودائما مع العصابة الحاكمة العصابة الفاشلة الجزائرية اليوم الاخوان غدين تكلموا على شن قريحة لكي امر الجيش ديالو بالتوجه الفوري للحدود المغربية كذلك غدين تكلموا على موريطانيا المنافقة اللي جات النوبة ديالها مع المغرب اللي غدين يقضع لها كم مقضى على الجزائر على الجارة العدوة والجارة الحاقودة بقى معي الاخوان شوفوا التفاصيل ديال هاد الموضوع لايك والبارتاج لهذا الفيديو كذلك الاشتراك المتسبعين الاوفية شكرا جزيلا للدعم دلكم شكرا جزيلا للانتعالق دلكم جزاكم الله خيرا ودائما مستمرين في القضية المقدسة عند الشعب المغريبي العظيم اللي هي قضية الصحراء المغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائي هو العزاء للحاقودين على بركة الله ندخل الصور بالموضوع شنقريحة يا الاخوان رئيس أركان الجزائري نقدر واحد نداء للجيش دياله بالتحرك نحو الحدود المغربية يعني تحرك فوري باش يرقبه الحدود المغربية لان هناك خطر من المروق هناك تهديدات من المروق ناشنقريحة معروف انها يعني من بكري دائما الاخوان كان طالح هابط في الحدود المغربية كما كان قوله ديما باللي هو بغي ياخد طار ديله من المغرب ومن المعروف عليه هو دائما طالح هابط يعني في الحدود المغربية وهو خبير كذلك يعني في الحدود لذلك يقل لهم خاصكم ترقبوا الحدود مراقبة يعني شديدة لان هناك تهديدات خطيرة وهناك اخبار كتقول باللي المغرب غدي يهجب علينا هنا يا الاخوان هاد شي اللي كاديرش نقريحة عنده بزرد الاسباب يعني احنا عارفين مكان لتهديد لحتاش حاجة ولكن هو عاش كيدير هاد الشي هاد الشي اللي اخوان كيديره او السبب ديالو باش يلهي وحدات الجيش المغريبي وبالحدود المغربية يعني باش هو يدير انقلاب بوسط الوحدات ديال الجيش ديال الشباب او ضباط الشباب هنا يا الاخوان عنده هو مخابرة داخل الجيش وهاد مخابرة جبت له اخبار قتلك بلي ضباط الشباب بغين يديره حليك انقلاب شنو غديدير باش غديلهيها سيقول لهم تهديدات من المروق و او سهينة يجب علينا رقبه الحدود و اعطا بتلهاو عليه و او انقلاب على شنقريحة حاليا الشنقريحة فتح بها و او حدود المغربية و يهمهم خطورة و تهديدات المغرب يهجم علينا في اي لحظة وكذلك يجعل الموضوع الرئيسي هو التهديدات التي جاءهم بالمروك يعني باقي يخرب صفوف ويبعث الأوراق ديالهم ويجعلهم بعدها إلى الجزائر العاصمة وكذلك أسباب أخرى هي إسبانيا من بعد الإخوة ما إسبانيا اتخذت المنصار لإخداته الولايات المتحدة الأمريكية ودعمات المقترحة للحكم الداتي تحت السيادة المغربية إذن دعمات المغرب في صحرائه هنا الجزائر القطرة في ورطة كبيرة خاصها كيف تقدر تلهي الرأي العام الجزائري لأنه صفي كل شي عقبهم يعني الشعب الجزائري عقب الكابرانات عق أنهم يضيعوا فلوسهم في وحد القضية اللي هي فاشلة يضيعوا فلوس الشعب الجزائري في ميليشيات البوليزار اللي هي أصلا مشي القضية ديالهم الشعب الجزائري صفي عقبهم باللي هما مشي دولة مراقبة لهذه الإخوان خاصهم يديروا شي توتورات داخل جزائر ويكون حالة الطوارئ وهنا اللي خاص يعرف الشعب الجزائري أنه عمر المغرب ما غادي قاديهم عمر المغرب ما غادي جي منه الحرب إلى ما جاتش من هاد الكابرانات للحاجزة المغرب عمره ما يقادي الجزائر أو يقادي الشعب الجزائري والدليل أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله وحفظه الله تكلم على هاتشي قال لهم عمركم بتنتظروا الخطر أو التهديدات أو الآداء من المملكة المغربية إلا إلى الكابرانات جبدو أو يعني بدأوا في الحرب براه المغرب غادي يدفع لراسه ويدفع لنفسه على أراضيه وفيما يخص يعني أن الجزائر هي دولة ملاحظة أو مراقبة كذلك موريطانيا الإخوان موريطانيا اللي قد تعتبر رأسها أو قد تدعي الإنحيات موريطانيا المنافقة اللي احنا يعارفين يعني كامل عارفين والتاريخ كيشهد لنا بذلك أن موريطانيا هي أصلها مغربي وحتى الموريطانيين يعني العرق ديالهم هو مغربي وهذا موريطانيا اللي كيهدروا عليها دباح حاليا يعني كانت في اللول مغربي هنا الإخوة موريطانيا قتل كتلعب مع مورا المغرب كتلعب مورا أو ضد المملكة المغربية الشريفة وكتتدعي الإنحيات يعني كتقول دائما هي محيدة ولكن الحقيقة أن موريطانيا همرها ما كانت محيدة ديما هي كتدعم الجبهة الوهمية جمهة الانفصاليين لأنها دائما مرعوبة من الكبرانات وخيفة من الجنرالات موريطانيا دائما عندها واحد الفكرة خاطئة عندها واحد الفكرة مرتبطة بالقوة العسكرية الجزائرية وعندها واحد الفكرة خاطئة أن الجزائر أو الجيش الجزائرية هو قوة عسكرية هنا يا الإخوان المغرب دائما دقوا السكات يعني هاتش معروفة على المغرب دائما ما كيستعملش يعني العنف ما كيكترش الهضراء كيضرب غير بالبرد عارفين إحنا يا إيلة موريطانيا هي منافقة عارفين الموريطانيا بلي راه كتضرب من التحل تحت عارفين موريطانيا يعني كتدريدها فيد الجزائر وفيد الكبرانات وهي بطبيعة الحال خايفة من الكابرانات ومرعوبة من الكابرانات هنا المغرب دائما المغرب يعني كيضرب غير بالبرد حتى كيحقق الهدف دياله هنا يا الإخوان الموريطانيا اللي دائما كتدريدها أو يعني كتقول بلي هي محيدة هي منافقة ودائما خايفة من الكابرانات عندها واحد الميناء اللي العاصمة ديله أو اللي كان في العاصمة ديال نواضبو هذه النواضبة هي العاصمة الاقتصادية لموريطانيا الخوف الموريطانيا لا تعتار مغربية السحراء سوف يتجمع والمغرب سوف يعمر المناطق الجنوبية المغربية ومن بيناتهم القويرة الى نظر المغرب يعمر القويرة الاقتصاد ينواضبة هنا كانت واحدة اتفاقية ما بين المغرب وموريطانيا داروا اتفاقية ان المغرب مسيطرة على القويرة اداريا ولكن عسكريا تحرصها موريطانيا هنا الى الملف للصحراء المغربية الاتفاقية ستتقلب ولكن الاخوان كانت اتفاقية اخرى ما بين هذه الجوجة المنافقات هذه الجوجة الاعداء موريطانيا لان بكل بساطة موريطانيا تضرب من تحت لتحت للمغرب ودائما تدير يدها في يد الكابرانات داروا واحد الاتفاقية تحت الطبلة او الخطة ما بين هذه الجوجة المنافقين هذه الجوجة الاعداء الجزائر وموريطانيا هو ان القويرة ستكون نقطة وحيدة للمحيط الاطلسي الجزائر الهم انها توصل للمحيط الاطلسي وهذا الشيء عمره ما تحلم به ما كان لها محيط الاطلسي ما عمركم تشوفو هذيك المنطقة ولا الحوت ديال تلك المنطقة ولا الماديل تلك المنطقة غير ريحوا رسكم ولكن المغرب رسكم للمحيط الاطلسي وهذا الشيء الكابرانات دايرين هاد المشاكل الكاملة وهذا الشيء الكابرانات كيدعموا البوليزاريو كيدعموا الميليشيات ولكن المغرب باش يقضي على هذه الاداء باش كيدقضي على هذا الكابرانات وعلى هادوا اللي يديروا خطط ومؤامرات ضد المملكة المغربية الشريفة وكيدينوا رأسهم الي هما الأصدقاء هما محايدين هما ما عندهم مش حلقة بالبوليزاريو المغرب او المملكة المغربية الشريفة كتقدع لهم بالدق والسكات المغرب كيخدم خدمته والشراكات دياله والاتفاقية دياله الانتصارات دياله ولكن بيصمت ما كينوودش البلبلة بحال هاد الكابرانات العجزة لأصبحوا اضحكة ومهزلة في العالم اخواني اخواتي هذا هو الموضوع ديالنا كنتمنى الدعم لهاد القناة بالاشتراك واللايكات ديالكم وتعاليق الايجابية اجازكم الله خيرا وعيد مبارك سعيد واشركم مبركة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته